بمدينة توريرت انطلقت فعالية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية الذي يتيح اكتشاف مجموعة واسعة من المنتجات منتجات تعكس مهارة يد الصانع التقليدي المغربي المعرض يعرف مشاركة العديد من العارضين يمثلون مختلف أقاليم جهة الشرق بالإضافة إلى عارضين من جهات أخرى من المملكة التظاهرة تهدف إلى الترويج لمنتجات الصناعة التقليدية كالنسيج والملابس التقليدية والتطريز وصناعة الجلد إضافة إلى الدكور المنزلي والنحط على الخشب ويبقى الأهم من كل ذلك هو تقريب حرف الصناعة التقليدية من الزوار فضلا عن إبراز مهارة صناع التقليديين ويمثل هذا المعرض للعارضين المشاركين فضاء للتسويق الأمثل لمنتجاتهم وتحسين دخلهم إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات